أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج أستاذ في الطب النهاردة هنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية ومن أكثر أنواع الأورام والأمراض انتشاراً اللي هو أورام السادي الحميدة طبعاً إحنا لما نتكلم عن السادي بيحصل قلق كتير جداً عند السيدات لأن احنا عارفين أن السرطان السادي من أكثر أنواع السرطان وهو يقال أن في سيدة من كل ثمان سيدات عرضة للإصابة بسرطان السادي لكن النهاردة رسالة الطمأنة أن مش كل كتلة أو كل مرض أو كل ورم في السادي هو في الحقيقة سرطان يعني حوالي أكثر من 90% من وجود أورام أو كتل في السادي في حقيقة الأمر الكتل والأورام دي بتكون حميدة طبعاً أمراض السادي الحميدة زي ما قلت بتكون منتشرة بشدة بتبدأ من سن البلوغ 15 سنة وتفضل لحد سن 40 و45 سنة طبعاً شكوة السادي بتكون ثلاث حاجات أساسيين اللي هي وجود كتلة أو وجود ورم في السادي وجود ألم في السادي أو فيه إفرازات من الحلمة الموضوع الأول اللي هو الكتلة وجود كتلة في السادي زي ما قلنا ده 80% لـ 90% إن دي بتكون حميدة مهم جداً إن طبعاً إن السيدة تقوم بما يسمى الفحص الذاتي للسادي أهم حاجة إزاي نعمل الفحص الذاتي للسادي مين اللي يعمله؟ أي سيدة في بداية من سن البلوغ المفروض تقوم بالفحص الذاتي للسادي تعمله إمتى بداية من خامس يوم الدورة المفروض السيدة أو الأنسة أو البنت بتقف أمام المراية وبتشوف الخريطة بتاع جسمها بتشوف الساديين بتقارن بينهم الحجم بتاع السادي وشكل الحلمة والمنطقة الوردية شكل الجلد اللي مغطي للسادي كمان تشوف هل الساديين في نفس المكان ولا فيهم سادي مرتفع أو أكثر من السادي الآخر مهم جدا كمان أنها ترفع السادي وتبص للمنطقة اللي تحت السادي وكمان ترفع وتشوف المنطقة اللي تحت الإبت مهم جدا نبص على الجلد لو كان فيه أي أسار إحمرار أو نتوآت أو قرحة أو كرمشة في الجلد مهم جدا أن احنا كمان نلاحظ شكل الحلمة الحلمة المفروض تكون للأمام للخلف لبرة لو الحلمة مشدودة لو فيها قرحة لو داخلها الجوة لو فيها تغيرات كل الحاجات دي لازم ناخد بالنا منها بعد كده السيدة المفروض أنها تنام وتحط تحت الكتف مخدة صغيرة وتبدأ أنها تلمس السادي طبعا السادي الأيسر بتفحصه به اليد اليمنى ودايما لما نفحص السادي نفحصه به باطن اليد مش بأطراف الأصابع ويفضل أن احنا نفحص السادي ونلمس السادي من أعلى لأسفل أو ناخد كل ربع من السادي بمنطقة منفصلة طبعا لما بلاقي أي تغير في الخريطة بالسادي لازم أن أنا أستشير الدكتور اللي هو جراحة الأورام اللي بيكون مختص بأمراض السادي الموضوع الثاني اللي هو لما أنا أروح للدكتور إيه السئلة اللي يسألني عليها أو بتكون مهمة جدا طبعا مهمة جدا سن الدورة الشهرية بدأت إمتى بتيجي بانتظام ولا لا؟ لو كانت مدام بنسألها الزواج كان إمتى؟ الحمل كان إمتى؟ طيب على سن كام؟ لأن طبعا إحنا بننصح دايما بالحمل وبالرضاعة الكاملة علشان ده بيقلل من الإصابة بسرطان السادي بنسأل كمان لو كان فيه تاريخ وراسي ويهمنا في التاريخ الوراسي للسيدة بنسألها هل والدتك ولا أختك ولا خالتك أصيبت بسرطان السادي بنسأل كمان عن استعمال وسائل منع الحمد وإحنا دايما بنفضل يا إما الوسائل الطبيعية يا إما اللولب كوسيلة لمنع الحمد ما بنفضلش الوسائل الهرمونية وخصوصا طويلة المدى زي الكابسولات والحقن لا إحنا بنفضل الوسائل الطبيعية اللولب أو لقراس اللي بتكون كمية الهرمونات فيها قليلة بنسأل كمان عن انقطاع سن انقطاع الدورة أو سن اليأس الإسئلة دي بتكون مهمة جدا الموضوع اللي بعد كده ان احنا يعني لازم الطبيب يقوم بفحص السيدة زي ما هي كانت بتفحص الفحص الذاتي مهم جدا كمان ان احنا نفحص السادي ونفحص المنطقة اللي تحت القبط لان المنطقة اللي تحت القبط بتكون تابعة للسادي مهم جدا كمان ان انا اطلب الأشعة الأشعة بتكون مهمة جدا زي فحص الطبيب في السادي انواع الأشعات اللي ممكن اطلبها طبعا الأشعة التلفزيونية بتكون لما هم دون سن الخمسة وتلاتين الأشعة التلفزيونية بتفيدني تقول لي هل فيه كيس في السادي هل فيه كتلة في السادي حجمه قد ايه مكانه قد ايه هل فيه غدد لنفوية طب الدورة الدموية أخبارها ايه لو فوق سن الخمسة وتلاتين لازم نعمل مع الأشعة التلفزيونية أشعة المامو جرام وأشعة المامو جرام بتكون من أهم الوسائل التشخيصية اللي بتساعدنا فيه تشخيص أمراض وأورام السادي أشعة المامو جرام بداية من الجلد فيه اي تغيير منطقة الدهون اللي بتكون تحت الجلد ثم السادي ونسيج السادي نفسه تقول لنا لأن فيه مقياس لأن كمان الأشعة بتاعت السادي فيه المامو جرام فيه مقياس في الأشعة اسمه باي رادز ده يقدر يقول لنا أن الورم اللي موجود ده حميد غالبا حميد محل شك خبيس أكيد خبيس كل دي مقياس يقدر يرهلنا المقياس مش كده وبس كمان بيقدر يقيس النسيج بتاع السادي ويقول لنا يعني هل الست دي عرضة أو النسيج ده عرضة للإصابة بالورم أو لا بجانب طبعا بيقدر يقول لنا أخبار الغدد الانفوية اللي تحت الإبط وهل فيها ترخم أو لا وهل الترخم ده نتيجة التهاب أو نتيجة أورام فزي ما بقول أشعة المامو جرام بتكون مهمة جدا أحيانا كمان بنلجأ لأشعة الرنين المغناطيسي إمتى نلجأ لأشعة الرنين المغناطيسي لو كانت السيدة تحت سن الخمسة وتلاتين بس عندها تاريخ وراسل السرطان أمها أو أختها أو خليتها عرضة للسرطان أو عملت الجينات براكا وان وبركا تو وتلعوا جبيين للسرطان أو أن مريضة عملنا لها الجراحة التحفظية وبعد الجراحة التحفظية فيه اشتباه ارتجاع للورم وإحنا مش قادرين نحدد هل ده تلايف ولا ده ورم كمان لو سيدة أخذت عينة من الغدد الانفوية لتحت الإبط وقالت إن فيه ورم والورم ده ما بنش لا بالفحص الإكلينيكي ولا بأشعة المامو جرام سبب كمان إن السيدة تكون عاملة تكبير سيد ومركبة سيليكون الحالات دي لازم نطلب فيها أشعة الرنين المغناطيسي بجانب إن بعض السيدات كمان بتحتاج أشعة الرنين المغناطيسي لأن هي بيكون عندها ما يسمى الدين سيبرست أو يكون السادي بتاعها كسيف الموضوع المهم كمان اللي بعد كده اللي هو إحنا تكلمنا عن التاريخ المرضي والفحص الإلكلينيكي اتكلمنا عن دور الأشعة اللي أشعة السونار والمامو جرام والرنين يأتي أخذ عينة لأن تشخيص السادي لازم يكون بما يسمى السلاسي أو التريبل اللي هو الفحص والأشعة وأخذ عينة أخذ عينة طبعا علشان أنا فيه كتلة موجودة في السادي وأنا الكتلة دي مش قادر أقول هل هي حميدة هل هي خبيسة هل هي تكيس أين كان الطبيعة بتاعتها هنا بلجأ ليه الدكتور بتاع البسولوجي علشان يفحص الخلية لأنه هو الورم والورم السرطاني عبارة عن تغيير على مستوى الخلية فما قدرش أقول أن الورم ده حميد أو الورم ده خبيس إلا لما يتم الفحص بدكتور البسولوجي تحت الميكروسكوب سواء بيأخذ العينة دي بإبرة بسيطة اللي احنا بنسميها فيل نيدل والنتيجة بتبان في نفس الوقت ومدى دقتها بتصل فوق 80-90% أحياناً كمان أن احنا بنحتاج ناخد نسيج من الكتلة ما يسمى التروكات وده بيفيدنا لما نكون كمان بيكون أكثر دقة من العينة الأولى اللي هي فيل نيدل وكمان لو هو ورم خبيس بنقدر ناخد ده عشان ندرس مستقبلات الهرمون معاناً اتصال أم ألاق أهلاً بيكي سلام عليكم سلام وركاته وقت خالص يا محمد لا سمحتني عنيك عملت حليل معارضة فنجيت نزبت الحديد علي خالص وابعد عن المزلوقة بس أنا جانجانة نزب الحديد بأتوافها إيه؟ لقيت يا فندم؟ لقيت نزبت الحديد علي المفروض تكون متين وشوية النورمال ستاعة 548 نزبت الحمل؟ الحديد الحديد تمام تمام لا يعني يعني إحنا النهاردة بنتكلم عن الأوراق أنا فاهمنا أنا فاهمنا أنا فاهمنا أن حضرت بتكلم عن نوضاع أوراق مثلا أنا فاهمنا تمام لا يعني ده مش تخصصي للأمانة وده تخصص دكتور البطنة يقدر يقول لحضرتك هل إيه أسباب ارتفاع نسبة الحديد ونتمنى لي أم على الشفاء ودايما كده من جميع الزملاء يعني ما يفضلش إن الإنسان يتكلم في غير تخصصه أو في الشيء اللي هو ما عندوش خبرة فيه نكمل تاني الموضوع بتاعنا اللي هو أمراض وأورام السادي اتكلمنا عن التشخيص دلوقتي العينة بالإبرة أو إن احنا ناخد كور وأحيانا كمان بنجيب الدكتور بتاع التحليل ويكون معنا أثناء العملية بحيث إن احنا بنشيل الكتلة دي ونحللها والدكتور يقدر يقول لنا هل فيها ورم خبيس أو لا الأستاذ صباح اتصال أهلا بيكي أهلا بيكي زك يا دكتور الحمد لله بقول لها حضرتك أنا دلوقتي عندي كتلتين في صدري جنب الحلمة كده عندك يا فندم كتلتين تمام في صدري تمام الدورة جت على سن كام يا فندم مش عارفة تلتاشر والله تلتاشر يعني من زماني الحمد كان على سن كام كنت يا عنده أرباحتاشر سنة المتوزة عنده أرباحتاشر سنة الإنجاب كان على كام سنة يا فندم أنا بنتك كبيرة عندها دلوقتي سبعة ثمانية وثلاثين سنة ثمانية وعشرين إنجابتك كم مرة يا فندم ستة كلهم كانوا رضاعة طبيعية آه كله رضاعة طبيعية استعملت وسهل منع الحمد أنا استخدمت الأول برشام ودلوقتي بركبة لولا والدتك ولا أختك ولا أخاتك شالوا صدرهم لا معندش حد كده أنت 47 سنة الدورة لسه موجودة ولا وقفت بتجيلي كل شاف طيب الإفرازات من سدي واحد ولا من الاتنين من الاتنين لونها لبني زي محضرتك ما تقولي مضيط دا كده شوي آآ آآ فيه ألم ولا ما فيش فيه سفار فيه ألم في الحلمة تمام يا فندم أشكرك هجاوب حضرتك يا فندم نعم طبعا يعني مهم جدا إن إحنا بنسأل عن سن بداية الدورة سن الزواج سن الحمل عدد مرات الحمل الرضاعة الطبيعية استخدام وسائل منع الحمل هل فيه حد مصاب في الأسرة أو لا ثم بعد كده بنسأل لما يكون فيه إفرازات من الحلمة هل الإفرازات دي من ناحية ولا من ناحيتين هل يكون معاها ألم هيكون معاها كتلة أنا عايزة أطمن المتصلة الكريمة هي عندها التهاب غالبا طبعا هي عندها التهاب في الغدد اللابنية وجود طبعا كتلتين دا معناها تلايفات فأنا بنصحها إنها تعمل أشعة مامو جرام مع السنار وبنبدأ لها الأول لو تأكدنا إن الأشعة المامو جرام بعد الفحص طبعا لازم دكتور جراحة أورام يشوفها ويفحصها وتتأكد إن هو زي ما أنا متوقع التهاب في الغدد اللابنية وأورام حميدة بنديها فرصة للعلاج بالأدوية لمدة أسبوع أو أسبوعين لو ما كانش فيه استجابة للأدوية بنعمل عملية بسيطة قوي اسمها استقصال الغدد اللابنية ودي عملية بسيطة بنشيل الغدد اللابنية من جرح بسيط بيكون حوالين المنطقة الوردية والمريدة بتخرج في نفس اليوم وبنحافظ على شكل وحجم وإحساس السادي الموضوع اللي بعد كده اللي هتكلم عنه اللي هو الأورام الحميدة الأورام الحميدة بتكون منتشرة بشدة اللي احنا بنسميها الفيبروسيستيك ديزيز ودي بتكون غالبا نتيجة تغير في مستوى الهرمونات في الجسم طبعا احنا عارفين السيدة الدورة الشهرية والضغوط فالسيدة تيجي تقول عندي كتلة أو أكثر من كتلة حسيت بيها وأنا باخد شاور أو حمام أو لحظت أن فيه تغير في الجسم الرسالة هنا بتاعت الطمأنة أن أكثر من 90% من الكتل اللي موجودة في السد بتكون حميدة ورسالة الطمأنة الأخرى أن معظم الأورام الحميدة بتشفى وتختفي وتخف من تلقاء نفسه بيكون دولي أنا بس كأستاذ جراحة أورام أتأكد أن الأورام دي مش سرطانية أدي رسالة طمأنة للمريضة مهم جدا أن أنا أنصحها أن هي تشرب مية كتير تكسر من الفاكهة والخضروات والسرطات تقلل من الحوادق والدهون تلبس الحمالة أو البراء أكتر وقت ممكن تقلل من الشاي والبن الحاجات اللي فيها كافيين والحمد لله احنا ما عندناش آآ 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 ألم حمد من المنوفية اتصال أهلا بيدي هالو أهلا يا أمم أحمد أهلا كأدكدور الحمد لله لو سمعت يا دكتور أنا عايزة تقل related to a situation هو بس حضرتك خالدي كان عندها الأورام السادي دي فالله ارحمه يعني ميتته فهم كنت تبعور دا лيا برضو كده إن هي خالدي كده نفة حكاة مين اللي كان عندي يا فندم خلتي شالت صدرها أو كان عندها سرطان سادي جالها في سن كم يا فندم حوالي حاجة وخمتين خلتك بس ولا أختك ووالدتك لا لا هي خلتي بس هي كانت أول واحدة في الأسرة انت كم سنة دلوقتي يا فندم أنا عندي 37 سنة بسنة حضرتك بمعتبة وسيلة اللي هي الكرسولة اللي هي المدة 30 دي أنا أنصحك تشيل الكابسولة وتحطي لأولا بفندم وأنا هجاوب على أسئلتك حضرتك معاليش يا دكتور بس الفضل وكان فيه عندي في السادي اللي هو الشمال كان فيه نظام حبية كده طلع نعمة كده دي الدم الكده صغير فإيه حضرتك عملتها وتلعي الحمد لله ورتحت عليها فممكن تبقى عرضة بعد كده يعني ولا إيه هجاوب حضرتك حضرت ماشي يا دكتور أنا بشكر وممكن الكابسولة دي لمدة 30 دي بالضبط لا لا أنا أنصح أني تشيل الكابسولة وننصح به اللولب أو الوسيلة الطبيعية ولو اللولب ما ينفحش النزيف أو التهاب يفضل مع دكتور نيسا تاخد الأراضس اللي بتكون نسبة الهرمونات فيها أولايا المتصلة الفاضلة أثرت يعني شيء مهم علاقة الوراثة بأورام السادي طبعا أورام السادي من الأورام اللي بتتأثر به الجينات فيه نوعين من الجينات اسمهم براكا 1 وبراكا 2 هم دول اللي لما بيحصل فيهم ميوتيشن أو طفرة بيحصل السرطان مهم جدا لسئلة أن احنا نسأل فيه كام حد في الأسرة طبعا لو أكتر من حد مصاب ده بيزيد من النسبة النقطة التانية علاقة المصاب ده بيه إيه لو كان من الدرجة الأولى يعني أمي أو أختي بتكون فرصتي أكتر سن الإصابة جاله إمتى لو كان سن الإصابة بسرطان السادي جاء في سن مبكر ده بيخلي برضو أن احنا نهتم أكتر طيب هل فيه سرطانات أخرى بجانب سرطان السادي مثلا فيه القولون والمبيض والرحم الحاجات دي بتكون مهمة جدا لكن أنا عايز أدي رسالة طمأنة للمتصلة الكريمة أن نسبة الوراسة لا تتعدى 5% أن حضرتك هي واحدة بس اللي كانت وكانت خالتك يعني من الدرجة التانية وجالها في سن كبير بعد سن اليأس لكن أنا في نفس وبرضو عايز أطمنك أن الكولكيعة أو الدم اللي تفتح مالوش علاقة بالورام لكن طبعا أنا بنصح حضرتك لازم تعملي أشعة مامو جرام وسونار وتعرضيها على آرب دكتور جراحة أورام أو آرب معهد أورام لحضرتك كنوع من طمأنة مش أكتر لأن المفروض جميع السيدات بداية من سن الخمسة وثلاثين مرة كل سنتيا تعمل أشعة المامو جرام والسونار ولو كانت هي زي المتصلة الكريمة عندها تاريخ وراسي تعمل الأشعة دية كل سنة هرجح تقني موضوعنا موضوع جديد اللي هو الأورام الحميدة وأنا تكلمت وقلت بتمثل 80-90% من أورام السادي وتكلمت وقلت أن طرق تشخيصها بجانب التاريخ المرضي والفحص أشعة السنار تحت 35 فوق 35 أشعة المامو جرام مع السنار نادر لما بنلجأ أن احنا نعمل عينة بالإبرة لو احنا حطين احتمالية أكتر أن الأورام دي حميدة وزي ما قلت أنا بقرأ أن معظم الأورام الحميدة بتختفي من تلقاء نفسها وما بنحتاجش التدخل الجراحي بيكون لو الورم ده صلب أو بدأ حجمه يكبر يعني أكتر من 3 سنتي أو المريضة في بعض المرضى بيبقوا الأنين أوي وعندهم هاجس لأنه قلت طبعا يعني انتشار سرطان السادي بيخلي كل السيدات يبقى عندها هاجس أو عندها تخوف شديد لو فيه كتلة موجودة فيه السادي أولا لأن الأورام الحميدة دي كتيرة جدا وقلنا إن 80-90 50% من الناس عرضة للإصابة بالأورام الحميدة وأكثر إن كمان الأورام دي ممكن تختفي من تلقاء نفسها إن كمان إن أنا لو شيلت الكتلة دي وارد إن كتلة تاني تطلع في مكان تاني من السادي أو السادي الآخر فأنا شخصيا بشيل الكتلة دي بيكون هدفي الأساسي إن أنا أشخص لو كانت صلبة لو كانت فيها ألم لأن طبيعة الأورام الحميدة ما بيكونش فيها ألم إلا لما بنلمسها لو كانت صلبة أو فيها ألم شديد أو بتسبب أي أرق للمريضة بناخد المريضة طبعا يمكن إن إحنا نستقصر الورم ده تحت المخدر الموضعي بس أنا شخصيا بفضل إن إحنا نستقصره تحت المخدر الكل عشان طبعا السادي من الأعضاء اللي بتكون يعني حيوية وبتكون مهمة للسيدة والشكل الجمالي بيكون مهم جدا نقدر نفتح فتحة صغيرة ويفضل إن إحنا بنفتح الفتحة دي حوالين المنطقة الوردية للحلمة عشان ما يكونش فيه أثر بعد كده وبنستقصل الكتلة دي وبنقفل طبعا بطريقة تجميلية ولو كان مكانها صغير بنقفل السادي على طول لو كان مكانها كبير بنحط حاجة زي درناء كده بنشيلها بعد ثلاث أربع أيام بالكتير قوي والمريضة بتخرج في نفس اليوم والأهم إن أي كتلة يتم شيلانها من السادي لازم تروح للدكتور بتاع الباسولوجي الدكتور بتاع الباسولوجي هيجي من عنده السؤال بتاع الموضوع اللي أنا هتكلم عنه دلوقتي اللي هو هل الأورام الحميدة تتحول لأورام خبيثة معظم الأورام الحميدة لا تتحول لأورام خبيثة نسبة قليلة جدا جدا من الأورام الحميدة اللي هو ممكن يحصل تغير في الخلية وتتحول من حميدة لخبيثة احنا عارفين ان في حاجة اسمها هيبربليزيا او نمو ده تعبير بيستخدمه الزمل ده كترة الباسولوجي بعد ما يفحصوا الخلية في تغيرات عما تحدث في الخلية التغيرات دي ممكن تكون بسيطة متوسطة او شديدة لو كانت التغيرات دي شديدة يتحول لسرطان بس ده نسبته قليل قوي معنا اتصال اهلا بيك أهلا بيك اهلا بيك يا فندم سلام عليكم سلام عليكم والا حفظة ان كنت عايز بسي انا عندي مواتي عندها سنطي وصنطي ونص عندها سنطي يا فندم عندها اللي هو اللي هو الحميد تمام الحميد هي عندها كم سنة يا فندم تلاتة وثلاثين سنة عندها حد عنده راسة للعورام لا لا ما عندهاش حد قال كان فيه حاملة ورضا لا لا احنا بقلنا سبع سنين وليس ربنا وطولنا تمام لا لا ما فيش حاجة تمام يا فندم تمام ان احنا يعني افضل المتابعة ونشرب مياه كتير ونكسر من الفاكهة والخضروات والسرطات ونقلل من الاملاح والدهون ونلبس السنتيان على قد ما نقدر وطبعا مهم جدا ان احنا نعمل تحليل البرولاكتن علشان عملية الانجاب لان اوقات الهرمون بتاع اللبن اللي هو البرولاكتن ده لو عالي يعني عما يعيق موضوع الانجاب وطبعا زي ما قلت يعني يمكن المتصر الكريم ان شاء الله ربنا يكرم زوجاته وتحمل قريبا ان احنا دايما بنفضل الحمل والرضاعة من اجل صحة السدي يعني الوجد ان لو حصل حمل بعد سن الواحد وثلاث يفضل ان الحمل يتم قبل سن الواحد وثلاثين سنة لان لو حصل اول حمل واول ولادة بعد سن الواحد وثلاثين بتكون يعني فرصة ان يكون فيه ورن في السادية اعلى طبعا احنا عارفين نتيجة التغير مش هقول التطور التغير لان انا مش شايفه يعني التطور كويس التغير في السلوب الحياة في المجتمع دلوقتي سن الزواج ارتفع سن الانجاب اتأخر احنا كطباء بنقول تأخر سن الانجاب كطباء جراحة السدي تأخر سن الانجاب لما بعد الواحد وثلاثين دي حاجة مش كويسة هاتي حتى اول طفل ليكي في العشرينات رضعيه كامل لمدة سنتين ده بيكون مهم جدا لصحة السدي طبعا لما بيجي الاورام الحميدة عند المتصل الكريم كمان مجرد ما بيحصل حمل لان الحمل والرضاعة دي حاجات طبيعية من عند ربنا دي افضل وسائل لضبط مستوى الهرمونات في الجسم انا قلت ان الاورام الحميدة بتكون سببها الرئيسي لخبطة في مستوى الهرمونات في الجسم الحمل والرضاعة هي افضل طريقة لضبط مستوى الهرمونات في الجسم اه فعشان كده انا بنصح دايما بالزواج والحمل والرضاعة الطبيعية مدام فاتم من الجيزة اهلا بيك اهلا بحضرتك يا دكتور فضال يا فاندك انا كنت عاملة كان عندي ورام حميد في الفترة اللي فاتت وشلته شهر 12 اللي فات ودلوقتي انا في حمل وبقاله خمس شهور بس فيه قلم جامل جدا ما كان العملية فانا عوز اعرف هل العملية تأثر ولا الهرمونات هي اللي مأثرة على العملية الورام لما شلتيا مدام فاتن حللتيه ولا ما حللته اه حللنا وكان حميد الحمد لله ممتاز يا فاندك ممتاز انا بطمن مدام فاتن يعني ما فيش قلق نهائي والحمد لله ان فيه يعني دلوقتي حمل انا يعني انصحها ان هي النفس النصائح اللي انا قلتها من شوية الاكثر من المية الفاكة والخدرات والسرطات نلبس حمالة نعلل من الاملاح والدهون بجانب كمان ان هي فيه بعض لان طبعا الالام بتاعت السادي دي بتكون مهمة جدا بننصحها ان هي يعني يعني هي حامل في الشهر الخامس ممكن تاخد يعني برشام اللي هو يعني البريماليف او البريمروز ده هتاخد منه قرص قبل النوم هيخلي الامور عندها تكون كويسة لان الام السادي ده الموضوع اللي انا برضو عايز اتكلم عنه في الحلقة لان احنا بنسأل المريض هل الالام دي بتيجي بدأت من سن كام واللي بيخليها تزيد واللي بيخليها تقل احنا بنقسم الام السادي هل ليها علاقة بالدورة الشهرية يعني معظم السيدات بتحس بألم في السادي قبل الدورة بيومين ثلاثة وعلى نهاية الدورة الالم ده بيختفي طيب هل الالم ده معه اي افرازات من الحلمة هل الالم ده معه كتلة لان الالم من الاعراض المهمة جدا ليه السادي والالم بيكون يعني بعض المراجع العلمية زي بيلاند لاف وده يعني مرجع علمي كبير جدا بيقول ان اوقات سيدات بنستقصر السادي بالكامل علشان نعالج الام السادي معانا ام محمد اهلا بيكي يا اهلا بيكي اهلا بيكي يا دكتور الحمد لله يا فنة اه اسأل حضرتك بس على حاجات لبنتي انا بنتي كان عمدها ثمانية وعشرين سنة وكانت ولدت المرة التانية البنت التانية. فبعد ما ولدت بشهرين حسبت بكالكوعة في تدراء كده. فبعدين شفنا عليها وكده وحللناها فطلعت اه ان هي اه اورم سلطانية. فشالت الورم اه اه الورم بس ما صالت تدراء كله. كانت الورم والغلز وكل الغلز اللي تحت تدراء اليمين. تمام. خدت اشعاعي بعد العملية. اه عملت كل حاجة. وبعدين كملت علاجها في الكويت. اللي هو اشعاعي وكيماوي. اه 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 كيماوي خدته هنا. واشعاعي خدته في الكويت وكملت يعني اه اه عدت اربع سنينها هي من العلاج. طيب بتاخد العلاج الهرموني بقى يعني في الاربع سنين. كانت بتاخد العلاج الهرموني اه اراض سبح وليل او اه 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 اتاخده على طور واستاخد حوجنا كل تلات سهور بردهم. للعدم وهرمونيات. تمام. وقد قفالها الضورة خالص. اه 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 وقالولها فتلها ثلاثة. فديبتها ايضا. تمام. المشكلة ايده الوقتي. وات اخد حوجنا للهتاسة كل تلات سهور بردهم. تمام. تمام. ته هي كل اللي جالكها ان هي معها بنتين البنتين ده همس ممكن يصابوا ما فيش انا مامتها ولا خالتها ولا عمتها ولا جدتها ولا اي حد جالوا اللي حصل لها طيب انا هجاوب حضرتك اولا انا موافق ان الجراحة تمت ما يسمى الجراحة التحافظية تم استقصال الورام والغدد الانفوية وتم الحفاظ على السادي ودي اشهر جراحة دلوقتي بنعملها للاورام احنا ما بنستقصالش السادي نهائي وهي اخدت المريضة بعد كده العلاج الاشعاعي اللي بيكون مهم جدا للجراحة التحافظية واخدت العلاج الكيماوي وهي دلوقتي تحت العلاج الهرموني لمدة خمس سنين بقيلها سنة هنا الاتصال عندها بنتين هل دول عرضة طبعا احنا الحمد الله يعني هي جوبت وقالت ان هي الوحيدة مفيش عندهم افراد تانية في العيلة مصابة بسرطان السادي طبعا في الدول المتقدمة علشان نجواب على السؤال ده بنعمل تحليل الجينات اللي هو براكا 1 و براكا 2 للبنتين دول الفنانة العالمية انجيليا جولي عملت التحليل ده لما ثبت ان فيه طفرة هي راحت وشالت صدرها الناحيتين كوقاية لانه ممكن يجيلها في المستقبل التحليل ده بدأ يدخل مصر دلوقتي بس يمكن غالي انا معرفش هو موجود في الكويت او لا لو موجود التحليل ده اللي هو البراكا 1 و البراكا 2 ممكن تعملوا والاجابة هنا هتكون واضحة هل البنتين دول عرضة او لا لو ما كانش التحليل موجود انا عايزة طمئنها ان طالما هي يعني واحدة بس وطالما العدد مش كتير ان شاء الله باذن الله ما يصابوش وان شاء الله نسبة الاصابة فيهم تكون اقل من 5% بس ننصحهم بداية من سن البلوغ يعني يهتموا جدا سواء بالفحص الذاتي للسادي اللي هو خامس يوم الدورة سواء بعمل اشاعة الرنين المغناطيسي سواء بالمتابعة مع دكتور جراحة الاورام يعني مهم جدا علاقة الوراثة بسرطان السادي لكن في نفس الوقت عاوزين رسالة طمئنة انا نهارده الحلقة بتاعتي كانت عن الامراض والاورام الحميدة للسادي قلت فيها ان ان احنا عارفين ان كل سيدة بتكون قلانة لما بتيجي كتلة في السادي نتيجة ليه انتشار سرطان السادي لكن رسالة طمئنة ان اكتر من 80% ل90% من الاورام اللي بتكون موجودة في السادي هي اورام حميدة الاورام دي معظمها بيختفي تلقائيا نسبة قليلة بس لو اكتر من 3 سنتي او المريضة الانة او الكتلة صالبة او عندها تاريخ خلاسي بنات تحتاج ان احنا نعمل الجراحة ولو عملنا الجراحة الجراحة بتكون بسيطة جدا بنستقصل الكتلة دي ونقفل السادي تجميل ما نقصرش على شكله وحجمه واحساسه اي كتلة من الجسم لازم ان هي تتحلل اشاعة السنار تحت سن الخمسة وتلاتين اشاعة المامو جرام مع السنار بعد سن الخمسة وتلاتين الفحص الذاتي للسادي من خامس يوم الدورة اشاعة المامو جرام كل سنتين للناس العادية وكل سنة للناس الاكثر عرضة متابعة استاذ جراحة الاورام كل ست شهور او سنة او بالكتير اوي سنتين عشان اطمئن على صحة السادي الاكثار من شرب المياه الفاكهة والخضروات والسلطات البس الحمالة على قد مقدر اقلل من الحوادق والدهون دايما اكون متفألة نتفادى وسائل الحمل الطويلة اللي هي زي الكابسولات او الحؤن يفضل الطرق الطبيعية واللولب والبرشام نبعد بالكامل عن اي الى و ارق اتمنى لكم جميعا الشفاء والسعادة